أبو أحمد من خرفك كان يقول كيف تصلي المرأة في الأماكن العامة المزدحمة مثل الحدائق التي يكثر فيها الرجال ولا يوجد مكان ساتر وتخاف المرأة أن يذهب عنها وقت الصلاة تصلي واقفة وتركع وتسجد أو قاعدة وتومئ أخوي أبو أحمد بارك الله فيك بالنسبة لصلاة المرأة كصلاة الرجل سواء بسواء فالمرأة تصلي كالرجل وقضية كونها تصلي في مكان عام ما دام أنها متحجبة ساترة لبدنها لا يضرها رؤية الرجال لها ونعتقد أجزم بأن رجل حينما يرى امرأة تصلي سيغض بصره سيغض طرفه فلذلك تصلي لكن تختار زاوية تختار مكان خلف سيارة خلف جدار خلف غرفة مثلا خلف شجرة مثلا يكون أفضل لكن تصلي العلماء يقولون بأن المرأة في حضور الرجال مثلا ما تأتي ببعض السنن مثل إيش قالوا ما تجافي بين عضوديها يعني ما ترفع عضوديها عن جنبيها وما تجافي فخذيها عن بطنها وإنما تلمل بنفسها وهذا قول للفقهة قد تحتاج إليه المرأة في مثل هذه الحالات لكن تصلي قائمة بارك الله فيك ورضي عنك